كما نشرت بعض المراجع وربما تكون غلطانة انه الاسرة هي عبارة عن زوج وزوجة في مناهيك تعليمية نشرت في سنة الفين وسبعة عشر وفتح فيها تحقيه في مصر عافش بقى يا وصل ايه واني قال لك لا ده مش عندنا ده في استراليا بس دي مدارس اجنبية نشرت ان الاسرة ممكن تكون راجل وست وولد صح وبعدها قال لك راجل وراجل وولد وامرأة وامرأة وولد اه والله هذا الوضوح هو طريق النصر لما يكون جاي لك واحد بيقول لك انا ضد العرب وضد الاجانب وضد المسلمين وضد الحجاب وضد ابوك وكلكم وضد الشيوعية ما ينفعش تقول له والنبي حمادة احنا بنحبك حمادة مفيش كده في العالم لا يفلو الحديد الا الحديد اهو ده منشور ذكر حد بعته قبل كده وبعته لي تاني بارح وبيقول لك انه الاسرة زي ما انت شايف كده two dads and child دي الاسرة ممكن بتنير رجالة او two moms and child ماشي يا سيدي صحة كده ولا انا غلطان and child او تكون اب والوالد اللي معاه او الوالد والبت وماما دي الاسرة دي ما نعرفهاش احنا احنا عندنا اسرة ايه راجل وزوجته وعياله وعياله بتطلع لهم شهالات ميلاد بناء على اسرة الجواء الصحة به احنا باعزين نشير الكهات ده كله فدي الحرب دي المعركة ده الوضوح الذي جعل جونسون يفوز بالاضافة طبعا تدخل روسي تدخل امريكا قول اللي انت عاوز تقوله بس بالنهاية المجتمع الغربي البريطاني يميل الى ذلك يعشق الحكاية دي وإلا ما تدرس صوته لان المجتمعات ملت من اللون الرمادي رايحة في اتجاه الشوفينية والعنصرية والتحدي طبعا مجتمعات قد تكون متدينة او او تكون مدفوعة بدوافع اخرى فإيه اللي يخلي المجتمع يصوت لواحد مش عارفين هو شيوعي ولا يساري زي كوربن يعني برضو في النهاية مسألة دي مهمة ولو عاوز تنجح في العالم اللي انت فيه ده لازم تكون ذا رائي وحاسب قيس سعيد نجح في تونس لانه كانوا اللي حواليه كلهم بيرعبوا على الاحبال بيرقصوا على الاحبال او السلام زي ما بنقول هذا العالم اليوم يريد قادة من هذا النوع وانا احبه هذا النوع من القيادة واحتمم كل صاحب رأي يصدع به ويصدح ويغني به ما تبقاش ماجعة صاح ولا قالتان ما هو بوريس جونسون قالوا عليه مش عارف ايه وراح صبقه وراح وقالوا لكن في النهاية حصل على ما لم يحصل عليه من قبل الا مارجرات توتشر اللي كانت ازن في التمانينات كده كويس والست اه بتاعة حزب القومي الاسكوتلندي برضو زيادة الغلة بتاعتها وبقى عندنا زي الشرائح اللي هتشوفها تلتمية اربعة وستين مقعد للمحافظين وعندنا متين وتلاتة بالنسبة اثنية وتلاتين العمال وعندنا اه الحزب القومي او الوطني او الاسكوتلندي تماني واربين مقعد وعندنا الديمقراطيين الاحرار خسروا عشر ودول كانوا شركة في الحكومة البريطانية من قبل الان الحكم صار ملكا لمين للمحافظين